السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة أبنائي الطلاب سنتكلم اليوم عن تقدير الجدور التربيعية أخذنا في الحصة السابقة الجدور التربيعية وهي للمربعات الكاملة واحد ضرب واحد اثنين ضرب اثنين ثلاثة ضرب ثلاثة أربعة ضرب أربعة خمسة ضرب خمسة ستة ضرب ستة سبعة ضرب سبعة ثمانية ضرب ثمانية فقط راح ناخد للعشرين تسعة ضرب تسعة عشرة ضرب عشرة اه احداش ضرب احداش اطنعش ضرب اطنعش ثلاثة عش ضرب ثلاثة عش اربعة عش ضرب اربعة عش خمسة عش خمسة عش ستة عش ستة عش سبعة عش ضرب سبعة عش ثمنتعش ضرب ثمنتعش تساطعش تساطعش عشرين ضرب عشرين راح ناخد المربعات الكاملة لهذه الارقام فقط هو ما نحتاج اليه في هذه الحصة راح نجاوب الان على هذه المربعات الكاملة واحد في واحد واحد اثنين في اثنين اربعة ثلاثة في ثلاثة تسعة اربعة في اربعة ستعش خمسة خمسة في خمسة خمسة وعشرين ستة في ستة ستة وثلاثين سبعة في سبعة تسعة واربعين ثمانية في ثمانية أربعة وستين تسعة في تسعة واحد وثمانين عشرة في عشرة مئة مئة وتسعة وستين أربعة عش في أربعة عشرة مئة وستة وتسعين خمسة عشرة خمسة عشرة مئتين وخمسة وعشرين ستة عشرة في ستة عشرة مئتين وستة وخمسين سبعة عشرة في سبعة عشرة مئتين وتسعة وثمانين ثمانتعش في ثمانتعش ثلاثمائة وأربعة وعشرين تساطعش في تساطعش ثلاثمائة واحد وستين عشرين في عشرين يساوي أربعمائة هذه المربعات الكاملة اللي نحتاج لها في هذا الدرس راح ننتقل الآن مباشرة للمثال الأول لتقدير الجدور التربيعية راح نقول له مثال مثال واحد قدر هو بس يقول لي قدر يعني بإمكاني أغير في هذا الجو قدر كل مما يأتي إلى أقرب إلى أقرب عدد كلي فالتقدير راح يكون عندي واحد للجدر الأول جدر خمسة وأربعين نحن نعرف أن الخمسة وأربعين ليس مربع كامل ليس مربع كامل فما نقدر ناخد له هذا العدد مباشرة لو حسبنا راح يطلع عليه هذه القيمة بالفواصل فما نقدر الآن نجيب الناتج مباشرة فنقول لي الخمسة وأربعين هو عدد يقع بين المربع أي التالية تسعة وأربعين والعدد ستة وثلاثين ولكن أقرب إلى وين راح نشوف الآن عندي العدد خمسة وأربعين من الستة وثلاثين إلى الخمسة وأربعين هذه المسافة اللي بينهم تسعة أرقام والمسافة بين الخمسة وأربعين إلى التسعة وأربعين المسافة فقط كم أربعة إذن الخمسة وأربعين أقرب إلى وين أقرب إلى التسعة وأربعين راح نجيب الآن جدر الستة وثلاثين كم يساوي يساوي ستة ونجيب الآن جدر التسعة وأربعين جدر التسعة وأربعين يساوي سبعة ولهذا بما أننا قلنا الخمسة وأربعين أقرب إلى التسعة وأربعين فنقول له الآن ما نحط يساوي نحط هذه الإشارة هذه الإشارة يعني تقريبا يساوي كم سبعة ليش إحنا ما اخترنا ما اخترنا الستة اخترنا السبعة لأن المسافة بين الخمسة وأربعين والتسعة وأربعين أربعة أعداد والمسافة بين الخمسة واربعين وستة وثلاثين ناخذ المسافة الأقل فالخمسة واربعين أقرب إلى تسعة واربعين منه إلى الستة وثلاثين فبيكون قيمة الجدر خمسة واربعين بالتقدير هو كم؟ سبعة ننتقل الآن لمثال اثنين لنفس المجموعة مثال اثنين إذا كان لدينا العدد واحد واربعين فاصلة ثلاثة واحد واربعين فاصلة ثلاثة ما يحتاج طبعا التفصيل اللي أخذنا ممكن نحله بطريقة ثانية ألا نحله بطريقة ثانية نقول له الواحد واربعين واحد واربعين فاصلة ثلاثة نشوف يقع بين أي مربع وأي مربع بين المربع أيضا وهذا أكبر من الستة وثلاثين وأصغر من التسعة بهذه الكيفية وراح ناخذ الجدور الثلاثة الجدور الثلاثة لهذه الأرقام هذا جدر 36 جدر جدر 49 هذا يساوي كم 6 أصغر من جدر 41 فاصلة ثلاثة أصغر من جدر 49 هو السبع هذا طبعا في الوسط راح يكون قيمة بين بالفواصل يقع يعني عدد 6 وقيمة جزء عشري يكون فيه ولكننا راح ناخذ بالتقدير نشوف ال41 أقرب إلى وين أقرب إلى 36 أو أقرب إلى 49 نحن نلاحظ أن تقريبا من ال36 لل41 هي كم يساوي المسافة 5.3 بينما إلى ال49 ثمانية وشوي راح يكون فهو راح يكون أقرب إلى وين أقرب إلى ال6 فهو راح نقول له جدر 41.3 ها نقدر إلى أي جدر قدر للجدر 36 نقول له يساوي كم 6 هذا بالنسبة لسؤال اثنين مثال مثال 3 إذا كان لدينا جدر 99 نحن نعرف أن المربع الكامل لهذا الجدر 99 يقع المربع اللي أكبر منه مباشرة هو 100 واللي أصغر منه كم 81 81 عبارة عن 9 ضرب 9 والمئة عبارة عن 10 ضرب 10 واللاحظ أن 99 المسافة بينها وبين 100 فقط كم 1 وهي الأقرب فراح نقول له جدر مباشرة 99 ما نحط يساوي نحط هذه الإشارة تقدير يقدر إلى كم إلى التسعة والعشرة يقدر للعشرة لأن التسعة وتسعين المسافة بينها وبين المئة فقط كم 1 بينما من الواحد أو 80 إلى التسعة وتسعين راح تكون المسافة 18 طيب راح نشوف الآن نشوف الآن وش راح يصير عندي في المثال رقم 4 مثال 4 يعني طبعا نحن نحاول أن نكون الأمثلة فيها نوع من الاختلاف فإذا كان لدينا المثال الرابع جذر 67 فاصلة 3 يبغاني الآن أجيب له قيمة هذا الجذر أيضا لازم نحط بين مربعين نفترض أن المربعين 67 فاصلة 3 اللي أصغر منه هو كم 64 واللي بيكون أكبر منه مباشرة 81 وال64 عبارة عن 8 ضرب 8 ال81 9 ضرب 9 فهو أقرب هذه القيمة إلى الثمانية أو إلى ال64 نحن نلاحظ أن 67 فاصلة 3 أقرب إلى الكم إلى ال64 من ال81 يعني ال81 بعيدة فرح نقول لها ناتج مباشرة 67 67 فاصلة 3 أقرب إلى وين إلى الثمانية إذن قيمتها التقديرية يساوي كم ثمانية مثال 5 والأخير للمثال الأول مثال 5 إذا كان لدينا 7 و2 على 5 وقال لي أوجد هذا الجذر أولا رح نشوف يقع 7 و2 على 5 تقع بين المربع 9 والمربع كم 4 وحن نشوف أن المسافة من السبعة إلى التسعة ماذا أقرب المسافة أقرب رح تكون فراح نقول لها مباشرة جذر 7 و2 على 5 بالتقدير إلى كم يكون إلى جذر التسعة طبعا جذر التسعة يساوي كم ثلاثة إحنا رح نجيبها تحت الجذر رح يكون كم ثلاثة رح ناخد الآن مثال 2 ويتعلق أيضا بتقدير الجذور التربيعية مثال 2 إذا كان لدينا حديقة وربعة وربعة الشكل وراح نقول ليه طول ضلحها سين يساوي 14 إذن طول الضلح هو سين يساوي 14 متر طول هذه الحديقة وعرضها يساوي كم 14 متر وكان طول قطرها يساوي رح نقول ليه سين تربيع زائد سين تربيع هذا قطرها فأوجد فأوجد طول هذا القطر رح نوضح الآن من خلال الرسم التوضيحي لو كان لدينا المربع التالي طبعا المربع رح يكون جميع زوايا رح تكون قائمة وجميع أضلاعه متطابقة القطر القطر طبعا رح يكون هو الذي يربط بين رأسين غير متتاليين هذا اللبلون الأزرق هو القطر وعندي قال لي طول الضل كم يساوي 14 متر وأيضا هذا 14 متر 14 متر 14 متر جميع أطوال أضلاع هذه الحديقة تساوي كم 14 متر المطلوب في هذا السؤال هو إيجاد طول هذا القطر هذا القطر كم يساوي هذا اللبلون الأزرق كم يساوي قال لي في السؤال أن القطر عبارة عن جذر سين تربيع زائد سين تربيع وإحنا نعرف أن قيمة السين كم تساوي 14 نبدأ بحل هذه المسألة طبعا قبل لا نبدأ في حل المسألة نأكد على أن هذه أوجة طول هذا القطر نقول لي أيضا للتذكير التقديري 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 يعني إذا ما قال لي كلمة التقديري يعني نقدر نغير في قيمة هذا المثال إلى أقرب عدد بدون فواصل فأحنا راح نلآن نعوض في هذه المسألة بهذه الكيفية راح نقول لي طول القطر يساوي سين تربيع قال لي زائد سين تربيع عطانيا في السؤال وراح نعوض عن قيمة سين بالعدد 14 إذا نقول لي يساوي 14 تربيع زائد 14 تربيع فراح نشوف احنا الـ 14 تربيع واش معناها معناها 14 ضرب 14 4 في 4 16 1 باليد 4 في 1 4 1 باليد 5 حج سخانة 1 في 4 4 1 في 1 1 إذن بيكون عندي الجواب 196 إذن قيمة 14 تربيع الواحدة 196 فراح نقول له 196 أيضا الثانية 14 تربيع 196 راح نجمحهم الآن راح يكون قيمة هذا الناتج كامل جذر 392 تقدر تجمحهم للتأكد من ذلك 196 زائد 196 بهذه الكيفية راح يطلع الناتج عندك 392 392 ليس مربع كامل يعني ما في عدد تضربه في نفسه ويعطيك 392 ولكن هذا العدد راح يكون يقع بين المربعين التاليين نقول له 392 تقع بين العدد 400 والعدد اللي بيكون أصغر منه 361 اللي ذكرنا في بداية الدرس 361 هو عبارة عن بيكون 19 ضرب 19 وعندي 400 عبارة عن 20 ضرب 20 ونلاحظ أن المسافة بين 392 إلى 400 فقط كم ثمانية أعداد ولهذا راح نقول أن هذا الجدر يقدر إلى كم إلى العشرين لماذا العشرين لأن 392 قريبة إلى 400 فنقدر هذا الجدر نقول ليه 300 يقدر هذا الجدر إلى 400 لأن أقرب إليه فيساوي كم عشرين إذن طول هذا القطر تقريبا عشرين متور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته